خامس مرة أو ساس مرة أقولها بالفضايات أعرف عدوك عدوك إجاهم خليفة جديد خلنا نتكلم شوية بالواقع خلنا نتكلم بالواقع خلنا نتكلم عندنا شهداء عندنا شهداء من الجيش ومن الحشد ومن المدنيين عندنا من كل فئات العراق عندنا شهداء شنهم هذا أخي إحنا ببساطة ببساطة جدا عندهم خليفة جديد هذا أبو الحسين الحسيني بعد ما قتل خليفتهم السابق زين اجي خليفة جديدة اي شخص يجي فيه منصب قياد يريد يثبت وجوده طيب هذا الرجل يعمل عمليات نوعية خليه لعب وينتظر له يوم وين ثلاثة يخليه لعب وقاتله وفجرها وكتل له واثنين ثلاثة هنا حرك ناس تخلاله نائمة قد تكون بدياله بالليل هو شيريد هو هو المهم قتل عنده هو المهم قتل زين هما من البوبالي مو بظهر الفرقة الفرقة الاولى ويمهم مقرات حشة قريبة زين ما لزموهم جوا بالماطوراتهم والعالم وراحوا قبلها لحد الان الربيع مان كاركوك اللي يصعدون هم وستشهدوا بها اربعة عرفنا شنو ما حد عرف اجهزتهم ونسرقتوا هذا كلام والله يعني عذرا لكنه انا القصد خلي ندور معالجات خلي احنا عدنا ضربات شوف هسا اقول لك هما شون يتأذون تعرف انت من اول تل بارحة او من قبل كتة ايام مكافحة الارهاب ده يحفر بتل عفر ده يحفر ده يحفر الارض لانه جدت معلومات استخبارية بيانه تحت الارض بعشرين متر اكو كهف جالسين بيدواعش فرادوا يحفرون من اجل ان ينفذون ضربة جوية الصور الصاروخ ما يوصل لهم الصور صاروخ الطائرة ما يوصل لهم لذلك اضطروا ان يحفرون عشر او خمسة عشر متر او قصفتهم الطائرة في هذا المكان اليوم ذكروا انهم قتلوا خمسة المفوض انه عشرة موجودين لكن القصد شوفوا انهم هم كيف ديقاتلون فاذا انت تقاتل بنفس اسلوبهم انت ما عندك جيش قدام جيش ماكو جيش مقابل جيش لا عندك ساتر وعندك عصابات او دي يزرعون عبوات حالة حال عصابات المخدرات وغير عصابات هذولا شون تتقاتلهم تتقاتلهم تطلع لهم بالناقلات بالدبابات بالتشول يعني بالهادي هذا كلام يعني غير معقول لذلك روحوا التفقوا السياسيين وجيبونا اسلحة تكشف الدواعش اللي بالارض ولا اذا بقيتوا على هذا وضعتكم وخربطتكم والله كل شهر راح نطي مجموعة شهداء اصلا لانهم ما نقدر نوصل شون يعني يلا تعال هسا ثنين انت يفوتون من منطقة رمو كتلوا العالم شون راح تلزمهم بليلوا بازلوا شجاروا مين تعرفهم روحوا تفاهموا جندوا عالم جندوا عالم اصرفوا انتوا هذا العمل الاستخباري عمي اللي عرفنا انا اجند اهالي المناطق اللي تشعر انه بيه حركة داعش تعال ابني لا تخاف تعال احجيلي اشتعرف بالمنطقة لان هو ابو المنطقة يدي تتعامل لان يعرف الاذر راح يصيبه الاذر راح يصيبه بس هذا مين تجيب هيش فكر وتتعامل هيش تعامل طيب مين تجيب هيش فكر مين تقدر تضغط بمؤتمر قمة بغداد وتقولهم اريد مسيرات اشتركوا في القناة